مدينة سنجار الواقعة في شمال غرب العراق ليست مجرد منطقة جغرافية بل هي روح الأيزيديين وملاذهم الأخير هذا ما وصفه تقرير دمحة واشنطن الأمريكي حيث تركت أحداث الإبادة الجماعية عام 2014 جرحا غائرا في الجسد الأيزيدي حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من عشرة ألاف أيزيدي جرى قتلهم على يد تنظيم داعش ووقع كذلك 6417 شخصا في قبضة هذا التنظيم تم تحرير 3554 شخصا منهم بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين وأدت كذلك مشاهدين الإبادة الجماعية إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص من سنجار إلى أقليم كردستان وتشير التقديرات إلى أن 160 ألف أيزيدي تقريبا هاجروا إلى دول العالم وتعرضت المنطقة لتدمير شبه كامل وبحسب التقرير أثرت الإبادة الجماعية بشكل كبير على سلوك الفرد الأيزيدي في المجتمع حيث أصبحوا أكثر حساسية مقارنة بالفترة قبل ظهور تنظيم داعش يعيشون الآن الأيزيديون في أزمة هوية حيث يتباين الاعتقاد بأنهم جماعة كردية أصلية أو جماعة قومية تدين بدين خاص وهو الاعتقاد الأكثر تقبلا لدى الجيل الحالي هذا التوجه والاعتقاد مشاهدين عكس استجابة ملحة إلى الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للأيزيديين بوصفها عنصرا أساسيا لبقائهم ووجودهم وحمل التقرير المسؤولية الأكبر على عاتق الحكومة العراقية لحمايتهم من أجل عدم تكرار المآسي التي عانوها جراء سيطرة داعش على مناطقهم عام 2014 ومن خلال انخراط أبناء تلك المناطق في المؤسسات الأمنية والإدارية في تلك المناطق وكذلك إعادة إعمار البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الانتقالية لذوي الضحايا وكذلك تعويض الأهالي ماديا جراء الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم مشاهدين هذا وأثناء ناشطونا إجزيديونا على الدعم الأمريكي لقضيتهم وطالبوا المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء مكونهم وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبطلب من منظمة نادية قد مولت تشيد نصب لتخليد ضحايا الأيزيديين وسط مقبرة في سنجار تضم رفاة العشرة من الأيزيديين الذين قتلهم تنظيم داعش عام 2014 واربعة عشرة ترجمة نانسي قنقر